لطالما سعى النظام الإيراني إلى منح نفسه شرعية مستمدة من الهالة القدسية التي أحاط بها حكمه ومنحها بالوكالة لكل الأنظمة التي تتبع له في عدد من البلدان العربية ولا سيما العراق فلا يترك مناسبة دينية إلا واستغلها لاستثارة الشارع وتأجيج المشاعر بما يجعل بعض الشعوب خاضعة له مستسلمة وللحكومات التابعة له وعلى مدى عشرين عاما كان العراق مسرحا لهذه الدعاية الإيرانية التي تقوم على زيادة زخم المناسبات الدينية وإلهاب المنابر ومنصات الخطابة بالحديث عن أحداث تاريخية وحرب مستمرة منذ قرون زور معظمها تاريخيا خدمة لأجندات بعينها ضمن مساعد تحشيد دعما للمشروع الإيراني وتقديس الأنظمة التي تروج له ومن يعترض عليها يوصم بالخيانة ومن ينتقد فسادها ويطالب بحقوقه المسلوبة يحق عليه الموت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رصدت حالة استثمار المناسبات الدينية من قبل إيران للترويج لنفسها وللأنظمة التابعة لها ووصلت إلى خلاصة مفادها أن هذا النهج الإيراني قد أثبت فشله حيث كان الوعي الشعبي أكبر من أن يقع في فخ التخدير العاطفي والعقلي الذي يستخدمه رجال إيران ففي كربلاء والنجف استغل المواطنون المناسبات الدينية للهتاف ضد النظام الإيراني والميليشيات التابعة له ونسجوا على منوال الترنيمات الدينية هتافات تطالب بالحرية والخلاص من العملية السياسية وأحزابها الطائفية وترى الصحيفة الأمريكية أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران كانت منصبة على ممارسات شخصيات مرتبطة بالمؤسسة الدينية حيث تولد حاجزا نفسي بين المواطن الإيراني الغارق في أزماته وبين الخطابات الدينية التي يلقيها المروجون لنظام خامنائي المشروع الإيراني أصبح منبوذا ليس فقط من قبل الشعوب العربية التي عانت من ويلاته بل حتى من قبل المواطن الإيراني الذي بات يحلم بدولة مدنية لا قدسية فيها لمن يستخدم الدين للنهب وتصفية الخصوم